السلام عليكم سماحة الوالد يقول السائل ما هو ضابط الجمع بين الصلاتين في المطر وعلي يجوز الجمع أثناء هبوب الريح الشديدة في والغبار المطر الذي ينزل أثناء الصلاة في القرير يضل الخياف ويجمع منها أما إذا انقطع المطر فإنها لا تجمع الصلاة إلا إذا كان في الأرض وحيطين ودحر فينكوه من المسجد وأما الريح فالريح نصفها بأوساط نظف الريح ريح شديدة باردة في ليلة مظلمة إن توفرت فيها أنها شديدة وأنها باردة وأنها في ليلة مظلمة فهذا يجمع من أجبها عند جماعة من أهل العلم وأما إذا لم تكن كذلك فلا يجمع من أجبها وأما الغبار فلا يجمع من أجبها ولا أحد من السلف أو من السادقين جمعوا من أجل الغبار ولا ذكروا أنهم من أسباب الجمع نعم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر